يعني ما انفعش اقول ان الرسول او سيدنا موسى حي في قبره لا هو متوفى في قبره لا ينفع اقول انه حي في قبره بمعنى ما انا قلتلك انه فيه مش جسديا مش عضويا ولكن روحيا لا خلينا نقول ايه الدنيا والبرزخ هو حي في البرزخ حي في البرزخ لما هنفتح القبر على سيدنا موسى هنلاقي الجثمان في الكثيب الاحمر ما هو في البخاري كده قال مررت على قبر موسى يصلي نعم اهو حي هو خلاص حي بايه بقى يعني هو بيركع ويسجد وكده لا ده هو جثمان كده اما المين اللي بيركع ويسجد او يصلي الروح الروح روحه في منطقة الكثيب الاحمر تسبح وتسبح وتصلي وتقوم وكذا الى اخري فهنا ده مجال الدنيا والدنيا نقول فيها ان النبي الفلاني حي في قبره كل الانبياء حي في قبره حي في قبره ليه حي في قبره لانه فيه اتصال ما بين الحياة البرزخية وبينه فيه اتصال فان لله ملائكة طوّف طوّف فيه يبلغوني عن امتي السلام واخد بالك الزلام فارد الله علي روحي فارد عليهم السلام ايه الرد الروح دي فتح القناة ما بين الحياة البرزخية والموطن القبر الشريف في حاجة بتتفتح يعني يا مولانا واحنا بنزور سن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عليه الصلاة والسلام وبنقف قدام القبر النبي والغرفة هو سمعك سمعني وانا بسلم عليه سمعك سمعك وعرفك بكلمه وعرفني وعرفك اه فواحد يقول لي ايه من الاخواننا اللي هم القاصرية هم الناس بتقيس سيدنا على نفسها يعني اه بتقول اه اه بابا بيقول طب يعني يا روح بتيجي التوقيت وتتشلفت لو الزيارة مقفولة لا اصلا هو يوحى اليه يوحى اليه ومازال نبيا هو مش انتهت النبوة بانتقاله من حال الجسدي الى حال البرزخ لا هو مازال نبيا عليه السلام عليه السلام ربنا خلانا سهل علينا الامور هم حتة فلاش قد كده عليها جيجة وميجة وسيجة وانش عارف وتيرا وتيرا وحاجات ازاي وظهر طب ازاي طب ما هو سيدنا النبي عارفني ازاي طب بلاش ما هو من المخلوقات من يعرف فوق الطاقة زي ابليس في اخس من ابليس بالله عليك لا يعني ابليس ده اللي هو رجيم اللي هو ملعون عارفنا كلين ده معه السيفي بتاع كل واحد فيه ومعه السيفي وقعد شغال للنهار ايو مظلوط بس ايب نفحان وعمل دراسة تحليلية للجسد كل واحدة وغلالا طب بالله عليك ربنا خلق ابليس ده اليس بقادر وليس حتى من المنطق والعدالة النساية للكائنات اللي قالوله حتى انت يا رسول الله ليك قرين كده معاك يعني نعم ولكن اعانني الله عليه فاسلم تخيل الشيطان بتاع سيدنا النبي اللي معاه يسلم يعني خلاص ملاقاش منفذ يدخل ليه منه فراح اسلم وحسن اسلامه تخيل ان هذا القرين اللي مع سيدنا النبي كل الناس معها القرين يروح ويوسوس ويلقيله وياخد من الشيطان الكبير ويجيب لي ويعمل وكذا لغاية ما يطلق مراته يفرح ابليس وشغلانة كده بس بتاع سيدنا النبي اسلم تخيل هذا الرجل العظيم العبد اللي وصل الى نهاية العبودية لله سبحانه وتعالى حتى اكرمه هذا الكرم ان الشيطان يسلم على اديه هذا الانسان له خصيصة كبرى وهو اعظم من هذا فيقولك ازاي يعرف كل اللي رايحله هو ربنا ياه وما قدر الله حق قدره هو النبي لما يعرف بلاش المسلمين خلينا في السبع مليار اللي موجودين دلوقتي والنبي عرفهم يجرى ايه يعني يعني يجرى ايه لما جبريلي يعرفهم يجرى ايه اذا كان الفلاشة بتاعرفهم نظم فلاشة حتة فلاشة دي بسه زي الاسراء يا مولانا يا سبحانه الذي اصر بعبدي يعني نعم العبد لم يسري ولكن الله هو الذي اصر بي ما يريد نعم اه قد يكون نص حضرة اطلعوا على الخلط فهنا تصور المسألة هما مش قادرين يتصوروا مش قادر تتصورها ليه بالطاقة البشرية دي ما تحصلش لكن بخدرة اللي لا تحصل وحضرتك مش في مقارنة معاه ده هو سيدك وسيد نعم العالمين نعم انت مش داخل في مقارنة معاه ما هم المشركين ما اسلموش وقالوله كده يعني يعني طب ما نزلش على واحد مننا ليه مسهلا الله انت غيران فالنبع السلام عظيم الشان والنبع السلام يعلموا منظاره يعلموا منظاره اه عارف انه ده عمر خليل ويهي الحكاية بتاعته كل حاجة وهل هذا ممكن في المخلوقات نعم ممكن في الجن وممكن في الملايكة وممكن في الشيطان وممكن فيه صح الانبية ممكن ليه لان الله ما هو عملها هو اذا كان البشر عملوها وخزنوا كل حاجة نحن كل ال صح كل حاجة متسجلها صوت وصورة فالله القادر على كل شيء اليس بقادر على ذلك بلا هو قادر على هذا واعظم من هذا فالذي ثبت في الادلة والذي عليه العلمة ان النبي وسائل الانبياء احياء في قبورهم وانهم يطلعون على ما لم يطلع عليه غيره وانهم يقولك طيب ازاي بقى موسى بيصلي والنبي قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله ما هي دي صلاة ليست للثواب هذه صلاة كصلاة الملائكة هذه صلاة تشريف لا تكليف هو مش مكلف ان هو يصلي لكنه في حال ذكر دائم ليه وكلم الله موسى تكليما فهو كليم الله انه على السلام بيستغفر لنا او بيحمد ربنا ده تشريف وليس تكليف ولذلك هو انقطع عمله الا من ثلاث كما اخبر صلى الله عليه وسلم ان من لهو فيه دهو عامل زي لما انا اقرى الفتحة لابويا واوهب سوابها لابويا ابن صالح يدعو له نعم ام تطلع له فوق هدية كده حلوة ويقول ده ابنك دعا لك فيدعي لي هو الدعى ده عمله لا ده الدعى ده لينا مش 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 في ميزان حسنات مش في ميزان حسنات مش في الصحيفة خلاص ما بقاش اه خلاص اتأفلت الصحيفة اه ده انا لما بدعيله هو اللي بيتحط في ميزان حسناته لكن هو لما يدعي لي يتحط في ميزان حسناتي انا فده انقطع عمله فعلا لكن انقطع عمله وتحول الى محض العبادة نعم الى محض العبادة فالنبع السلام يرد السلام النبع السلام بيستغفر لأمته النبع السلام بيحمد النبي عليه الصلاة والسلام من طلب منه الدعاء اللي ربه دعا يا لما روح له كده وقوله يا سيدي يا لما سنقف حاجة ادعي الله وادعي الله يستجيب او لا يستجيب استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم يا سلام يبقى بيد مين مش بيد سيادنا بيد الله سبحانه بيد الله وحده لا شريك له وهكذا ده الفرق الكبير واللبس الكبير اللي بعض الناس يقولك وده مش شرك لا بأنجر الله به سلطانا اه ادم الله انزل وقرر لنا بهذا خلاص ما لم ينزل به سلطانا لكن في سلطان معنا سلطان معنا انه علمنا كده انه احنا نلجأ الى الله سبحانه وتعالى ونسأل النبي الدعاء ما فيش مانا حيا وميتا نعم نعم طيب انا اسد ان فضلتك لسه عندي الحقيقة اسئلة واشكر فضلتك الحقيقة على هذا الطرح وعلى هذه الاجابة الشافية الوفية بالنسبة لنا كلنا لان فيه كان فيه لبس في هذه الجزئية هل الرسول السلام حي في قبر الشريف ولا لا اوزاي بيرد علينا السلام وايه العلاقة ما بين الروح الشريفة وجسده الشريف الطاهر فشكر جدا لفضلتك الحقيقة ولكن لسه عندي برضو مجموعة اسئلة كده يعني لعلها ان شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لنا وبنسبة لأستاذ المشاهدين ارجو حضرتك وارجوكم خليكم معنا